أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية قطاع السياحة في دوء الجهود التي تقوم بها الحكومة حالياً لتوفير كافة سبل دفع هذا القطاع والذي يعد ركزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً وذلك بالتزام مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام وتطرق اللقاء الأهمية ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة طلاب المدارس والشباب وذلك في دوء الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير مناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل كما تم استعراض جهود الإدارة العامة للأطار المستردة مع كافة الجهاد الوطنية في استرداد العديد من القطع الأثرية منها عدد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وقطعتان من دولة بلجيكا